الحقيقة أنا مش لايق أهم من موضوع الأجندة بتاعت السنة دي يعني يعني أنا الواحد بمسك الكالكليتر وقعد يحسب كده ويحاول يشوف عدد المباراة المحتملة يعني خلينا نتفل أول على حاجة إحنا إيه أحدفنا سواء كمنتخب مصر أو كنادي أهل السنة دي لما نيجي نبص الـ 22-22 كده إيه طموحاتنا منتخب مصر ما عندوش طموح أكبر مع كل احترام لكاس أمم أفريقيا يعني طبعا لو جبنا اللقب بحدش هيزعل مهمة صعبة ولكنها مش مستحيلة لكن بالنسبة للمصريين الأهم من الهدف ده هدف مهم وكبير جدا بس الأهم بالنسبة لنا نوصل كاس عالم محد يختلف ما اعتقدش مشاركة مصري في كاس العالم أهم بكتير جدا من مشاركته كلام بس عشان متاخدش على محمل تاني أو حد يفسره ويقول إحنا رايحين أفريقيا ليه وراحين عشان تمثيل مشارف لا أنا نفسي المتخب المصري طبعا ياخد أمم أفريقيا ده هتبقى دفعة كبيرة جدا حتى في المرحلة الأخيرة من التصفيات لكن بقولي أنه الأهم يعني لو حطينا الكفتين مع بعض أو البطولتين مع بعض الأهم من المنتخب مصري يوصل كاس العالم طيب خد بالك بقى من الموسم اللي مفترض أنه نوصل في آخر السنة 2022 لأنه المنتخب المصري وصل خلاص كاس العالم تعال نشوف حجم المباريات اللي هيلعبها أو تلعبها الفرق المصرية اللي بتدي أو بتغزي المنتخب الوطني بقوامه الأساسي والرئيسي فريق زي النادي الأهلي تمام حضرتك طبعا بعد الإعلان عن القرعة المبدئية لبطولة أمم أفريقيا عندك في يناير كله مخصص تقريبا لبطولة أمم أفريقيا ده شهر يناير تمام هتخلص الأهلي يطلع على كاس العالم يلعب كاس عالم أندية يخلص يجي يلعب على دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا في شهر فبراير عندك ثلاث مطشوات خليني بالمرة كده يعني وإحنا بنعدي نقول لحضرتكم الموعيد الأهلي هيلعب المريخ في افتاحية المشوار 11 أو 12 فبراير ده مباراة لو وصلنا أتمنى طبعا نوصل نفسي الأهلوية كلهم نفسهم يوصلوا لمباراة النهائية أين كانت النتيجة بس نوصل نهائي كاس عالم لو وصلنا نهائي كاس عالم أندية معناه أنه مباراة الأهلي ضد المريخ مباراة مؤجلة وحتى يعني لقدر الله لو ما وصلناش المباراة النهائية عندك هترجع من كاس عالم أندية ما فيش حاجة اسمها داولي هترجع على أم أفريقي على طول عندك 3 مطشوات 11 و 12 فبراير المريخ 18 أو 19 بعدها بأسبوع عندك الهلال السوداني وتختم الدور الأول من المجموعات مع ماملدي سانداونس 25 و 26 فبراير تمام؟ خش على مارس مبدئيا 3 ارتباطات دولية للقوامل الأساسي من النادي الأهلي عندك 3 مطشوات في أمم عندك 3 مطشوات في بطول الدولي الأبطال عندك 11 أو 12 سانداونس هناك بره عندك المريخ السوداني هنا 18 أو 19 وعندك الأهلي ضد الهلال السوداني 1 أو 2 إبريلي يعني ده دي مطشوات شهر مارس دوليا بالنسبة لأهلي حط على 3 مطشوات دول مطشين تانيين مطشين تانيين بتوع المرحلة الأخيرة من تصفات كاس العالم اللي مفترض أن هم يتلعبوا في مارس الجاي فضل الكامع على الموسم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 5 شهور هتلعب فيهم 27 مطش في الدوري هتلعب فيهم لو كملت يعني لو كملت البطولة بتاعة كاس السنة اللي فاتت هيبقى ان شاء الله عندك 3 مطشوات تانيين السؤال الأهم اللعيبة اللي لعبة المباريات دي كلها سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي في كل بطولات محليا وإفريقيا ودوليا حالتها هتكون إيه وانت بتستعد لبطولة كاس عالم جاي يعني السيزن المرهق ده وإحنا طالعين إحنا بقالنا سنتين بنقول بنغلي نفس الأغنية إنت بقالك سنتين بتتكلم تلاحهم المواسم الإصابات الإجهاد كل ده بيأثر على إن أهلي بشكل أساسي والأهلي هو المغزي الرئيسي يعني طبعا مع كامل احترام والتقدير لعبتنا الأجانب المحترفين في الأهلي معلول وديانج وبنون لكن في النهاية ده لاعب في كل منتخب لكن انت في منتخب مصر عندك 7-8 لعيبة هتعمل إيه على كل الأحوال إحنا هل غلطنا يعني هل غلطنا غلطة كبيرة جدا بنظرتنا للموسم ده وتقديرنا للأمور هل ما كناش شايفين أو قادرين حتى ولو ما كانش فيه تواريخ أنا عارف أنه لم يكن هناك أجندة أو تواريخ محددة لارتباطات الأندية المصرية لكن في النهاية كان معروف أنه عندنا أربع عنديا بلعبوا في أفريقيا وكان معروف جدا 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 أنه الأهلي وإزا مالك يعني يعني ممكن مشوارهم يمتد الأهلي بالذات الأهلي حامل لقب آخر موسمين حامل لقب دوري أبطال وحامل لقب كاس سوبر يعني مرشح بقوة أنه يوصل مباراة نهائية وأبدا لم تكن يعني لم يكن بداية المشوار انطباعاتنا وتوقعاتنا وأحلامنا بطولة أفريقيا أسهل من السنة دي الحد عشر السنة دي أنت عندك الحمد لله فريق جاهز بكم كبير جدا من نجوم عندك قدرة على التعامل مع كل المصاعب اللي واجهتها في التسعة وفي العشرة ورغم ذلك قدرت تحقق البطولتين فبالتالي توقعاتنا بتقول أنه الأهلي ما يقلقش من أي فرقة أنكت المجموعة النهاردة القرعب صرف النظر عن نتجتها الأهلي ما فيش اسم في أفريقيا مع كل التأدير والاحترام لكل فرق ومنهم منافسين مرشحين وقدرين على تحقي اللقب لكن أقصد أقول أنا كأهلاوي النهاردة لما أجعل أقلق من مواجهات الأهلي مع مونتري مع بالميراس مع تشيلسي دي المطشاط اللي أنا أقول هنعبها إزاي حساباتها إيه طريقة اللعبة فيها إيه التكتيك إيه فرصنا فيها إيه 50-50 أو أقل دي مطشاط تعمل لها حساب لكن في أفريقيا مع كامل التأدير والاحترام الأهلي قادر جدا جدا لو كان معنا التوفيق وكان عمل نصبنا الإجتهاد والتركيز أن نحن نحقق لقب القرى وبالتالي نروح لأبعد